هنا جاء الرجل الذي ضرب ابنه امس جاء الرجل الذي ضربته امس اول حاجة في واحدة فيهم هتترجم صوت صلاة واحدة فيهم مش هتترجم صوت صلاة امس وردون او دفديهم عدم جالدي جاء الرجل الذي ضربته أنا أمس تمام طيب هنا جاء الرجل الذي ضرب ابنه أمس بقولها دون أولنو دوفان أضام جالدي ليه أنا هذا؟ عملتها هنا بأس فاعل ليه ما قلت دون أولنو دوفديو أضام جالدي؟ لأ مش هتنفع طيب نفهم ليه مش هتنفع يعني هو هنا دا فارق لو اعتمدنا هيوفر عنا كتير فأي صوت صلة وأي اسم فاعل جاء الرجل الذي ضرب ابنه أمس أي ضميرها بيعود على المقصود بالذي ضربة هو ضربة هو ابنه ابنه يبقى لو إن كل ما بعد الذي من ضمائر بيعود على الرجل كله بيعود على الرجل؟ أو بيعود على الموصف بالذي؟ يبقى بترجمها اسم فاعل لو إن كل لو إني ضمير واحد من بعد كلمة الذي عاد على غير الموصف بالذي؟ خلاص هترجمها صلة صلة جاء الذي ضربته أنا أمس لا خلاص هو الضرب ومش بتاعه بقى الضرب بتاعي أنا يبقى هضيف الضرب ليه يبقى هضطر استخدم صلة صلة يبقى إمت باستخدم اسم الفاعل؟ ومت باستخدم صلة الصلة؟ باستخدم اسم الفاعل إذا كان ما بعد الاسم الموصول من ضمائر يعود على المتصف بالاسم الموصول الرجل ده هو المتصف بالاسم الموصول ده طب إمت باستخدم صلة الصلة؟ اذا كان ما بعد الاسم الموصول يحتوي على ضمير لا يعود على المتصف بالاسم الموصول خلاص كده يبقى هنا هترجم اسم الفاعل وهنا هترجم صلة صلة بس الشرح ده صعب مش حاجة ممكن تسهل الكلام ده بكل بسرطة بعمل حاجة وسيطة كده وانا بقرأ في العربي بحاول الحاجات دي اترجمها اسم الفاعل في العربي يعني جاء الرجل اتضاربته امس الاداربته and i dont have any questions مش هتنفع معي لكن لما اقول جاء الرجل اتضارب ابنه امس mine主 لكن لما اقول جاء الرجل اتضارب ابنه امس مش GNID خلاص ده هيترجم اسم الفاعل علا طول حقٍ لمم؟ اتحولت معي اسم الفاعل وترجمه اسم الفاعل علا طول جاء الرجل اتضارب ابنه امس لما اقول جاء الرجل الذي ضريبته امس مش هعرف مش هعرف احولها اسم فعل فخلاص بعملها ايه صغط الصلاة. خلي بالنا من دي عشان كتير جدا بغلطه فيها. وانتو لو ما طلعتوش من ده اجربت تفريقة البسيطة دي دي فايدة كبيرة جدا. طيب احنا اخذنا اشكال في العربي. في حاجات بتشكلها صغط الصلاة مش هتترجم صغط الصلاة وحاجات بتشكلها اسم وصول هتترجم صغط صلاة وحاجات ملهاش علاقة بالاسم الموصول هتترجم صغط صلاة. هل في في التركي كده? طبعا. في التركي في احنا قلنا طبعا ياب ترك. ليه فعلنا مع المض الشهودي بناخدها كده وندخلها في اضافة ونلففها اللفة دي عشان نعمل منها المادة الخام لصوت الصلاة. طب طبعا. هل في مادة خام كده زي ما هي بخرها? محدس حط يدي فيها? محدس فعص فيها? اه. دلوقتي اي. فعل مبني للمكهول دون اتصاله بايه? لدمائر ملكية. اللي هي نواحب الاضافة. لأ اي فعل? لأ مش اي فعل. مش اي فعل. لما اقول انلش مك. انلش. انلش مك. بقيت مبني المكهول ايه? لما اجبها في الماضي. هتبقى انلشل دي. مع جامعة المتكلمين انلشل دك. خلاص احنا فهمنا ازاي وصلنا للتركيبة دي. انلشل دك. تمام? زائد. ان هي تكون منفية. اذا مبني المكهول منفي غير متصل. اذا بقى ايه التركيبة دي? مبني المكهول انلشل. 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 انلشل مدك. انلشل مدك دي صرة صرة. ازاي? تيجي واصفها دايما. انلشل. 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 ان ما ينفعش أقول سنين أنلاش المضغن تمام؟ هو أنلاش المضغن بيردار سفار يبقى كل ما يريد أن يطلع لنا خصائص تمام؟ إيه هي الخصائص؟ إن هي دايما بتيجي مبنية للمجهول منفية غير متصلة تصف نكرة تصف نكرة مثلا بكلمك لما يجي أحطها في الماضي المبنية للمجهول بكلمك يعني ينتظر أو يتوقع بكلمك أم في بكلمك أحطها في الماضي بكلمك مش هوصل بها حاجة خلاص مش مش هوصل بها حاجة طيب بكلمك دورم بكلمك دورم بكلمك دورم حسن نكرة بكلمك دورما دستك بكلمك دورما دستك بكلمك بكلمك دورما دستك دستك سقطنا دورم دستك سقطنا دورم وضع سقطنا في الموقف غير متوقع مش لما دوقعه غير متوقع بكلمك Mcdic بكلمك دورما دستون أنا سقطت أو وقعتnahmen في الموقف غير متوقع بكلمك غير متوقع لا تدل على جامع متكلمين بكلمك بكلمك بك 으ث geme دورما دستون لقد وقعت في الفرق. في المأزق. طيب. اه لو في حاجة من دينش مفهومة ممكن اؤكد عليها تاني. هل اه صحيح احنا بنشوف حاجات غير اللي بتبطول عليها دي احنا انا بشوف يعني انا بشوف دايما كده اترمضك بير كابي براك مضيني. ايه ترمضك بير كابي براك مضيني. لمعناها براك مضين لم تترك. لم تترك بابا ترمضك. لم تقرع. لم تترك بابا لم ت ايه مخبط. انت مستش باب غير لمخبط تعليم. انت بتقول ان هي لازم تيجي مبنية للمجهول. طب ما ترمضك هنا غير مش مبنية للمجهول. طب انا مال اللغة مش بتاعتي وهم اللي بحطوا القواعد وهم اللي بيخلفوها. هما اللي بيخلفوها. فاهم ممكن تيجي مش مبنية للمجهول. تمام? عشان ده مش قرآن. هي القاعدة عندهم كده وهم بيخلفوها في بعض التركيب اللي لازم ناخد بالنا منها عشان ما ننجيش بعدين نقول ايه كان بنتشرح لنا غلط وفتاع. وترجعوا تهدوا كل اللي احنا ايه اللي احنا اشتغلنا عليه. باقي ايه بقى? باقي الجامع والاخراض. لما اقول جندر مك. يعني يرسل. هاخد جندر. وحطها في الماضي الشهودي مع جامع المتكالبين جندر ديك. جندر ديك دي لما باطفها لبانيم بانيم جندر ديك. هنا بانيم جندر ديك. مكتوب. الخطاب الذي ارسلته. ممكن اقول بانيم. بانيم جندر ديك لاريم. بانيم جندر ديك لاريم. لما احب بابالغ. بانيم يزدرم. الذي كتبته. بانيم يزدق لاريم. بابالغ انا هنا. تمام? يبقى جامع صوت الصلة او افردها. لا يغير من الحقيقة في شيء الا في المبالغة. تمام? المبالغة. ايه الامثلة اللي ممكن ناخدها? عشان تهملنا كل اللي فات. بعض الامثلات. واللي يقابل مثال. ويلاقي ان فيه اختلاق عليه. او مش عارف يصنفه ايه. ازا كان من العربي عايز ينقلو تركي او من تركي عايز ينقلو العربي. يكتبو تحت في التعليقات. وان شاء الله هرد عليه. انا عندي هنا شوية امثلة. لصوت الصلة. مش تطبيقها لكل حاجة. لكن ببساطة. عفوا تثبت في المعنى. يوروديوم بانيم يوروديوم يولاردا. في الطوق التي سرت فيها او قطعتها. تقولي فين فيها? هقولك متضمنة في ده. في الطوق التي قطعتها او سرت فيها. سنين جورديون كرز. الفتاة التي رأيتها. بعد كده. تنشتغنس جولاردا في الايام التي تعرفنا فيها. باكتغنها رياض ده. في كل مكان تنظر اليه. فين اليه? مفيش اليه موجودة هنا. لكنها متضمنة في المعنى بتاعي. وانا بترجم. عشان كده لما لاقي في اللغة عبية. في كل مكان تنظر اليه. هقول باكتغن هاريار ده. مش قناة باكتغن هاريار ده. ما فيش قناة. باكتغن هاريار ده. متعلق بتاع الفعل بيكشل. يشهد ريوميس حياة. الحياة التي نعيشها هتكون صعبة. لو ما عملتش اشتراك في القناة. ولايك. واستنيت الفيديوهات اللي بعد كده. او كتبت في التعليقات تحت. ايه الامثلة اللي بتقابلكم مش عارفها. وايه القواعد اللي تحب اسرحها. ولو في اي تعليق على طريقة الشرح لتقويمها. نقدر نتلافق اي حاجة حصلت بعد كده. اتمنى انتو تكتبوا ده تحت في التعليقات. دمتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.